اشتركوا في القناة ومن منا لا يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة لكن في الآخرة يود أهل العافية أمر غريب وعجيب أتدري ما هو حين يعطى أهل البلاء الثواب يود أهل العافية لو أن جلودهم كانت قلضت في الدنيا بالمقارض لا شك أن ثواب أهل البلاء ثواب عظيم قال تعالى وبشر الصابرين ولكن ما هي صفة هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فما هي الجائزة وهل هي جائزة واحدة لا إنها ثلاث أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك الصابرون لهم ثناء من ربهم في الملأ الأعلى ورحمة عظيمة وأولئك هم المهتدون إلى الحق والرشاد يا لها من مكان عظيمة ومنزل كريمة قال ابن القيم رحمه الله كل واحدة من هذه الثلاث أعظم من الدنيا وما فيها وما أروع تشبيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا حين قال نعم العدلان ونعمة العلاوة والعدلان الصلاوات والرحمة والعلاوة الهداية فما معنى هذا التشبيه كلنا نعرف طبعا في البادية أن الجمل هو وسيلة النقل الأساسية وليحمل أي حمولة لابد من توزيعها إلى قسمين متساويين على ظهر الجمل حتى لا يطيش وهذان هما العدلان وفوق ذلك زيادة من الله عز وجل وتكون أعلى السنام وهي العلاوة فالله عز وجل كريم يعطي الصابرين أفضل مما يسألون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون خدت بالك من اسم الإشارة للبعيد أولئك هذا العلوهم في المنزلة والمكان والأجر وتكرار اسم الإشارة أولئك لتأكيد هذا العلو وهذه المنزلة الكريمة أولئك عليهم صلوات من ربهم متتالية متعاقبة يتلو بعضها بعضا لا بد أن هناك فرق بين صلاة الرب وصلاة الملائكة وصلاة العبد فما هو أما صلاة الرب فهي ثناء في الملأ الأعلى وأما صلاة الملائكة فهي استغفار للعباد وأما صلاة العبد فهي دعاء لله عز وجل ورحمة ممن من الله ورحمة الله واسعة وهي أصل كل الرحمات ويكفيك أن تعلم أن الله عز وجل قسم الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل جزءا واحدا للأرض به يتراحم الخلق قال سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه رحمة أي أمنة من العذاب وأولئك هم المهتدون للحق والصواب والرشاد وأولئك هم المهتدون للصبر عند البلاء والاسترجاع أي قول إنا لله وإنا إليه راجعون يقول الله سبحانه ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر